الوحدة السادسة صناعة الخرصانة في صناعة الخرصانة سنتحدث عن تعريف الخرصانة وما هي مكوناتها وكيف بصنع الخرصانة شو أهميتها ومراحل معالجة الخرصانة قبل الصب وأثناء الصب بعد الصب في البداية تعريف الخرصانة هي خليط غير متجانس التكوين خلطة الخرصانة لما يكون فيها اسمنت ورمل وماء وحصمة ما بتكون متجانسة بكاملها فبالتالي بسميها خليط غير متجانس التكوين يتكون من مجموعة من المواد الممزوجة معا بنسب معينة في نسب معينة للاسمنت ونسب معينة للرمل ونسب معينة للحصمة وبناء على نوع التصميم بحدد نسبة الماء هلأ أول ما أصنع الخرصانة بتكون الخرصانة طرية وبسميها الخرصانة التازجة تبدأ بالتصلب حتى تصبح صلبة وقوية وبسميها خرصانة متصلدة هلأ الخلطة الخرصانية تتكون من اسمنت ورمل وحصمة وماء وممكن إضافة بعض الإضافات إن لازم ذلك هلأ بدنا نعرف أهمية الخرصانة كمادة إنشائية وأسباب انتشارها هلأ بدنا نحكي عن المادة اللاحمة اللي كانوا يستخدموها على مر العصور في الإنشاء زمان كيف كانوا يبنوا؟ كانوا يجيبوا الحجارة القوية الصلبة ويصفوها بجانب بعض يعملوا منها أسوار اختلف استخدام المادة اللاحمة اللي بتربط هاي الحجارة ببعضها البعض في البداية كانوا يستخدموا الطين كانوا يجيبوا طين ومي يخلطوهم مع بعض ويلحموا الحجارة ببعضها البعض لإنشاء الجدران تمام؟ بعدين بعد ما استخدموا الطين اتطوروا شوي وصاروا يستخدموا الجبس صاروا يستخدموا الجبس مع الماء عشان يمسك الحجارة مع بعض بعدين تم التطور في استخدام المواد الإنشائية فاستخدموا الإسمنت والماء اللي هو العجينة الإسمنتية اللي هي أساس الخريصانة تمام؟ ألأ بدنا نعرف شو أهمية الخريصانة ليش أنا باستخدم الخريصانة اللي هي إسمنت وماء ورمل وحصمة في الإنشاء أول إشي سهولة تشكيلها تشكيلها جدا سهل حسب القوالب اللي أنا بدي إياها وحسب تشغيليتها وحسب نسبة الماء فيها باستطيع أني أشكلها بعدين قلة التكاليف مقارنة بالمواد الإنشائية الأخرى تكاليفها رخيصة توفر موادها الخام في معظم البلدان معظم البلدان تتوفر فيها المواد الخام اللي بتكون الخريصانة بتتذكروا المحاضرة الأولى لما أخذنا عن صناعة الإسمنت وأخذنا فيه عندنا حجار الجبس والكربونات الكالسيوم ومن وين منستخرجها؟ حال الحجارة موجودة في كافة البلدان فصناعة الإسمنت جدا سهلة ورخيصة التكلفة وموادها الخام متوفرة في معظم البلدان ثم سهولة تصنيع الخريصانة دون توفر آليات وتجهيزات معقدة يعني تصنيعها لا يحتاج إلى آليات وتجهيزات معقدة سهولة التصنيع ثم قوة الخريصانة لوحظ أن الخريصانة الإسمنت والماء يتحمل أكثر يتحمل الضغط أكثر من الجبس والطين فهي تتحمل الضغط أكثر فتكون قوية فلذلك هذه النقطة تلعب دور قوي في أهمية الخريصانة واستخدامها مقاومتها الجيدة للعوامل الجوية الجبس ممكن لما يجي عليه الماء يدوب والطين كمان يتفكك ولكن الإسمنت خلص طالما وصل للشك النهائي وصل لعملية التصلب فهو مقاوم للظروف الجوية ومش ممكن أنه يرجع يتحلل بتصير بعد ذلك التفاعلات جدا 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 بطيئة لا تذكر قدرة الخريصانة على المحافظة على شكلها وقوتها مع مرور الزمن ومقاومتها للحريق خاصة أهم نقطة بتهمنا هي الحريق الخريصانة بتحفظ الحديد فهي بتحفظ بتمنع وصول الحرارة إلى ففي حالة الحريق المبنى ما بينهار بشكل سهل بياخد وقت طويل جدا إلى أن يتأثر بالحريق فمقاومتها للحريق جدا عالية طيب هلأ بدنا نشوف صناعة الخريصانة تشتمل صناعة الخريصانة على عدة مراحل بدنا نشوف لما نحن بدنا نصنع الخريصانة أش يعني نصنع الخريصانة يعني بدنا نجهز الاسمنت ونجهز الرمل والحصمة والماء نخلطهم مع بعض في الخلاط يا أم يدوي يا أم ميكانيكي ونصنع الخريصانة فيه لنا عدة مراحل أول إشي مرحلة التجهيز والإعداد والطوبار وكيل المواد بدي أجهز المواد أشتريها أوزنها أحدد النسب تبعتها وأجهز الطوبار تبعي عشان أصبها داخل الطوبار بعدين في عندي مرحلة صب الخريصانة الطرية بصب الخريصانة وفي عندي مرحلة أعمال ما بعد صب الخرسانة بعد ما أصب الخرسانة بدي أسير في عملية أسقيها بالماء أشوف متى بدي أفك الطوبار أغطيها بالخيش وأظلني أسقيها في الماء رابعا مرحلة معالجة ما يطرق على الخرسانة بعد ما تتصلى بالخرسانة ويمر الثمانية وعشرين يوم بلاحظ في أماكن صار فيها تعشيش أماكن بدها معالجة فهاي المرحلة بسميها معالجة ما يطرق على الخرسانة ننبلش فيهم مرحلة مرحلة وندرسهم عشان نفهم عملية صناعة الخرسانة المرحلة الأولى مرحلة الإعداد والتجهيز والطوبار وكيل المواد بحكي لنا أنه اختيار وإعداد المواد يجب أن يتم حسب نوع العمل المطلوب أولا وتصميم الخلطة المطلوبة ثانيا بتم اختيار المواد بدقة حسب نوع العمل المطلوب وحسب التصميم المطلوب مثلا أنا لما بدي أعمل خرسانة أرصفة بدي يكون نسبة الماء فيها تختلف عن لو بدي أعمل خرسانة قواعد قوة تحمل الخرسانة بدها تختلف فالتصميم كله بده يختلف فبالتالي لازم أكون عارف شو الغرض من الخرسانة اللي أنا بدي أصبها هلأ بدي أشوف كمان كيف أنا بدي أختار المواد في عندي مرحلة بسميها مرحلة الإختيار للمواد وتجتمل على واحد معرفة المواد المطلوبة أولا من حيث الأقيسة والتدرجات والخواص المرغوبة وتحديد الكميات وفقا للتصميم المطلوب وزنا وحجما بدي أعرف المقاسات شو المسافات بين أسياخ الحديد فبدي أعرف المقاس الاعتباري للحصمة بدي أعرف الكمية الحجم اللي أنا بدي أصبه وبناء على ذلك بدي أعرف كمية المواد اللي بدي أشتريها تخزين وحفظ المواد بدي أعمل أرضية مناسبة عشان أحفظ فيها المواد مثلا تخزين الحصمة في تخزين الحصمة بدي أفصل أنواع الحصمة كل على حدة بمقاسات من الخشنة الناعمة من الخشنة من الخشب يعني أنا بعمل قسامات من الخشب أو من الطوب أو أي مادة أخرى من خلال هاي القسامات بفصل أنواع الحصمة كل نوع على حدة حسب المقاس بعدين هلأ أنا لما بدي أخزين الحصمة بخزينها على طبقات مستوية تمام؟ كل طبقة بيكون ارتفاعها نص متر وليس أكوام يعني أنا ما بخزين الحصمة على شكل كوم بهذا الشكل لا بخزينها على شكل طبقة مستوية ارتفاعها نص متر ليش أنا بعمل هيك؟ عشان إذا عملتها في هذا الشكل ممكن الحصمة اللي مقاسها كبير تنزل لتحت بسبب وزنها فبيصير في عندي انفصال في حبيبات الحصمة وفي التدريج ولكن أنا بخزينها على شكل طبقات مستوية عشان تضلها الحبيبات مستقرة في مكانها وما يصير في خربطة في الحبيبات ما ينزل الأثقل لتحت وهكذا طيب بعد ما أنا أعمل عملية طبقات مستوية كل طبقة ارتفاعها نص متر بغطيها من النايلون أو الشوادر عشان ما يدخل إلها غبار وما يدخل إلها مياه الأمطار والرطوبة تمام؟ هذا بالنسبة لتخزين الحصمة خلينا نشوف الإسمنت الإسمنت لازم نكون له مخزن وهذا المخزن يجب أن يكون يتسع للكمية التي تكفي لإنجاز الخلطات شو مواصفات المخزن اللي بدي أخزن فيه الإسمنت؟ يجب أن تكون أرضية المخزن صلبة ومستوية بعدين يجب وضع ألواح من الخشب لترتيب رصات الإسمنت عليها هلأ الإسمنت بيجي على شكل أكياس كل كيس بيكون فيه 50 كيلو جرام من الإسمنت بدي أجهز مخزن أحفظ فيه الإسمنت المخزن بحط على أرضيته ألواح من الخشب عشان أحط عليها أكوام الإسمنت اللي أنا بسميها رصات الإسمنت هلأ رصات الإسمنت يجب أن يكون ارتفاعها من 10 ل 12 كيس سماكة الكيس بتكون حوالي 12 سنتيمتر تقريبا فأنا بدي أحط فوق بعض من 10 ل 12 كيس بترك مسافة على الجوانب مش أنا بحط أرضية من الخشب على جوانب أرضية الخشب يجب ترك مسافات وما بين الرصات كمان كل الرصة والرصة الثانية بترك مسافة مقدارها نصف متر ليش فائدتها هاي المسافة؟ لتسهيل حركة الهواء ومرور العمال أثناء تشوين ونقل أكياس الإسمنت لتسهيل الحركة والمرور بين الرصات وتسهيل حركة الهواء بعدين يجب وضع الإسمنت في براكسات هناغر لحمايته من الأمطار وإن لم يكن ذلك فيغطى بأغطية من النايلون السميك عشان تمنع وصول الرطوبة العلوية كما هو الحال في الألواح الخشبية التي تمنع وصول الرطوبة من أسفل هلأ في أرضية المخزن ليش أنا بطع ألواح الخشب عشان أمنع وصول الرطوبة من الأرض للأكياس لما أخلص كمان من أعلى لازم أغطي الإسمنت بأكياس من النايلون بشمعات من النايلون أو بحط الإسمنت المخزن داخل الهناغر أو البركسات طيب خلينا نشوف الماء الماء كيف طريقة حفظه يوضع في خزانات كبيرة وتكون بعيدة عن أماكن التلوث والعبث بها وإن كانت الخزانات مفتوحة من أعلى بغطيها بأي نوع من الأغطية عشان أمنع وصول الغبار والتلوث إلى المياه طيب هاي بالنسبة لعملية اختيار المواد في البداية حكينا بدي أحفظ المواد اللي بدي أشتريها اللي هي الإسمنت والحصمة والماء هلأ بدي أتعرف على الطوبار ما هو الطوبار؟ الطوبار هو وسيلة رئيسية من وسائل تشييد الأبنية هو بعمل زي فريم أو إطار عشان أصب بداخله الخرصانة لما بدي أعمل العمود باجي بعمل زي قالب بالأبعاد تبعة العمود مثلا لو كان في عندي عمود 80 سانتي بـ 30 سانتي باجي بعمل قالب بهذه الأبعاد من خلال الطوبار هلأ الطوبار بيكون عبارة عن خشب عن خشب بيكون له مواصفات معينة باستخدمها لتشييد الأبنية وهو فن تركيب القوالب التي تستخدم لوضع الخرصانة غير المتصلدة داخلها ليش أنا بعمل قالب من الخشب حتى تأخذ الخرصانة شكل القالب اللي أنا بدي أعمله وتأخذ نفس الأبعاد طبعا القالب اللي أنا بدي أعمله لازم يكون نفس مطابق للتصميم والرسومات المعدة من قبل المهندس هلأ هذا الطوبار ممكن يكون من الخشب أو من الساج أو من الحديد طيب هلأ بدي أعرف كيف أنا بخزن الطوبار الطوبار في البداية لازم أني أنا أنظفه من المواد العالقة عليه يعني لو كان أنا استخدمت الطوبار في بناء قديم لازم أشيل عليه بقايا الخرصانة إذا فيه عليه مسامير أو إشي بدي أنظفه منها إذا عليه مواد عالقة كمان بدي أشيلها بعدين بدي أمعجن وأزيت عناصر الطوبار عشان لما أجي أفكه من الخرصانة أفكه بسهولة فباجي بمعجنه وبحط عليه زيت تخزين وتشويش كل صنف على حدة الطوبار بيكون فيه له أطوال كل طول أو كل صنف بحطه على حدة وبخزين المقاسات كمان المختلفة كلهم على حدة يجب أن ترفع عن الأرض ويمنع تلامسها مع التربة ليش أمنع تلامسها مع التربة؟ عشان ما يصير الطوبار عليه التراب يدخل التراب لداخل الخلطة الخرصانية فيصير يأثر على التفاعلات تدخل التربة ما هي مواد عضوية تدخل على الخلطة الخرصانية بتأثر عليها بعدين برتبه على شكل رصات متعامدة عمودي مع أفقي ومنع وصول الماء إلى الطوبار ويجب أن يكون مكان التخزين صحيا وذو تهوية جيدة إذا أنا بدي أخزن الطوبار لمدة طويلة يجب أن يوضع الطوبار في أماكن مسقوفة عشان ما تمطر عليه أو توصل عليه رطوبة أو تلوثات طيب خلينا نشوف المواصفات التي يجب أن تتوفر في قوالب الطوبار الطوبار مواصفاته يجب أن تكون مطابقة للرسومات الفنية بدقة يعني أنا لما بدي أستخدم الطوبار أو قوالب الطوبار مثلا بدي أبني جدار هذا الجدار ارتفاعه 3.5 متر كيف بدي أبني هذا الجدار؟ باج بعمل قالب من الطوبار يأما بستخدم طوبار خشبي أو حديد أو من الصاج بعمل القالب بنفس مقاسات الجدار حسب الرسومات الفنية وبعمل القالب بعدين الخشب أو الصاج أو الحديد اللي أنا بدي أستخدمه في الطوبار يجب أن يكون قوية وتتحمل الضغوط الداخلية والخارجية الأحمال يعني أنا لما بدي أجي أعمل قالب يمثل لي الجدار هذا القالب اللي بدي أستخدم من الطوبار يجب أن يتحمل الضغوطات عليه يعني لما أنا أصب الخرسانة بداخله في أماكن إذا كانت الطوبار ضعيفة بتصير الخرسانة تطلع من بين الفتحات أو الشقوق أو ممكن إنها تكسر الطوبار فيجب أن يكون الطوبار قوي وبتحمل الضغوطات الداخلة عليه لأنني أنا لما أصب الخرسانة بيصير في عندي وزن وأحمال عالية جدا على الطوبار سطح الطوبار يجب أن يكون أملس وناعم ما أمكن وبدهنها حكينا مندهن عناصر الطوبار بالزيت حتى تمنع التصاق الخرسانة بها وبعدين بعد ما أنا أحط قوالب الطوبار بدي أدعمها بدعمها في دعامات يا إما دعامات أفقية أو جاي بالورب وبحط عليها بدعمها بشكل جيد سهولة تركيب وفك الطوبار وأن تكون عناصر الطوبار مستقيمة طبعا وليس بها التواء لأنه الخرسانة بتاخد شكل القالب إذ أنا استخدمت قوالب فيها التواء فبدها تطلع عندي الحائط فيه التواء فأنا لازم تكون عناصر الطوبار مستقيمة وأن يكون الطوبار مانعا لتسرب روبة الخرسانة هذا الطوبار يجب أن يكون ما بمنع التسرب ما يكون فيه شقوق تطلع منها روبة الخرسانة اللي هي الماء مع الإسمنت ما يطلع منها وأن أتأكد من مناسب الطوبار قبل البدء بعملية الصب أربعة كيل المواد وتحضير الكميات أول شي أنا عرفت مواصفات المواد اللي بدي أستخدمها جبتها وخزنتها عندي في مكان العمل هلأ بدي أعمل الخلطة الخرسانية عندي بدي أكيل كمية الإسمنت والحصمة والرمل وأخلط الخلطة الخرسانية شو الهدف من الخلط؟ إني أنا أحصل على خرسانة متجانسة التكوين والقلام هذا الخلط يؤثر على مواصفات الخرسانة إذا ما كانت حبيبات الحصمة مغلة في تغليف جيد في الإسمنت والماء وكان الخليط متجانس رح تضعف عندي مقاومة الخرسانة وما رح أحصل على مواصفات جيدة للخرسانة هلأ بدي أعرف كيف أنا بدي أكيل الإسمنت والحصمة ومواد الخرسانة في عندي طريقتين الطريقة الأولى بسميها الكيل بالحجم في الكيل بالحجم بدي أستخدم الحجم كوسيلة لمعرفة كمية المواد كيف بدي أستخدم الحجم؟ يكون في عندي وعاء هذا الوعاء حجمه معروف طبعا هذا الوعاء لازم يكون متين قادر أني أنا أعبي فيه الحصمة وأفرغه من الحصمة وأسوي سطحه بس تخدمه لكيل الحصمة تمام؟ وعاء حجمه معروف بكيله بكيل من خلال هذا الوعاء الحصمة طيب الإسمنت الإسمنت في هاي الطريقة لازم إني أستخدمه كأكياس مغلقة مش كيس الإسمنت فيه 50 كيلو جرام من الإسمنت في هاي الطريقة الكيل بالحجم اللي بدي أكيل الحصمة فيها عن طريق وعاء معروف حجمه لازم أستخدم أكياس إسمنت بعدد صحيح يعني إذا أنا بدي أستخدم مثلاً خمس أو عيام من الحصمة بيكون بدهم مثلاً كيسين من الإسمنت يعني بيكون بناءً على الخبرة أو على التقدير بيكون اللي عم يخلط الخريصانة عنده وعاء محدد بناءً على التجربة عارف عدد الأوعية اللازمة من الحصمة وعدد أكياس الإسمنت بس اللي بدي أعرفه أنه الكيل بالحجم يجب أن يكون عدد صحيح من أكياس الإسمنت إذا بدي أستخدم إسمنت سائب يعني جزء من الكيس أو حسب الوزن فهذا ما بينفع في طريقة الكيل بالحجم وملاحظة تانية هاي الطريقة ما بستخدمها في الخريصانة اللي بتطلب مقاومة عالية يعني في الخريصانة المسلحة أو الخريصانة مسبقة الصب لا هاي الطريقة بستخدمها في أعمال خريصانة عادية كقواعد أو جدران في خريصانة الدبش الأرضيات في خريصانة النظافة تحت الأساسات أو في مدات الميلان أو في جدران الدك والتصفيح خلف الجدار أما إذا أنا بدي أستخدم أعمال تتطلب مقاومة عالية كالخريصانة المسلحة والخريصانة مسبقة الإجهاد والخريصانة التي تستعمل في الأعمال الدقيقة فلا يجب استخدام طريقة الكيل بالحجم تمام؟ يعني هاي الطريقة بستخدمها لخريصانة ما بتتحمل مقاومة عالية إذا بدي أستخدم خريصانة لأعمال دقيقة وخريصانة مسلحة باستخدم الطريقة الثانية وتسمى الكيل بالوزن هون بتم قياس الحصمة والرمل والإسمنت بالوزن والماء بكيله بالحجم هلأ الإضافات إذا كانت سائلة بكيلها بالحجم إذا كانت مسحوقة بكيلها بالوزن باستخدم أجهزة وأوعية لوزن الحصمة والإسمنت هاي الأجهزة والأوعية يجب أن تكون نظيفة خالية من الأوساخ ومعايرة حسب الأصول طيب هلأ إذا أنا بدي أستخدم اسمنت معبأ داخل أكياس مختومة فأنا في الخلطة لازم أكون محدد أوزان محددة للحصمة وحجوم محددة للماء والإضافات عشان أستخدم عدد صحيح من أكياس الاسمنت هلأ هاي الطريقة هي الطريقة الأساسية في الخلطات الخرسانية المستعملة في الأعمال الإنشائية الهامة كالخرسانة المسلحة والخرسانة مسبقة الإجهاد وغيرها هلأ أنا لما بدي أحدد كمية الماء الخلط بأخذ طبعا بعين الاعتبار شو التصميم اللي أنا بدي أعمله ونوع الحصمة كمان إذا كانت مبتلة أو جافة عشان أقلل كمية الماء إذا كانت الحصمة مبتلة أو أزيد كمية الماء إذا كانت الحصمة جافة هلأ ممكن أثناء خلط المواد يصير في عندي تفاوت في القيام يعني ما تكون الأرقام جدا دقيقة يعني مثلا الحصمة 3 متر مكعب ما تكون بالضبط 3 متر مكعب فسمحوا لنا بتفاوت بسيط في نسب المواد بحيث إنه وضعوا لنا جدول أنا ما أزيد عن هذا التفاوت في الجدول مثلا الإسمنت ممكن يكون التفاوت بالمئة زائد أو ناقص 1% كمية الحصمة ممكن تكون زائد أو ناقص 4% يعني تكون الكمية اللي أنا مستخدميتها أكتر من الكمية المطلوبة بـ 4% أو أقل من الكمية المطلوبة بـ 4% الماء ممكن يكون التفاوت زائد أو ناقص 2% والإضافات زائد أو ناقص 3% موسيقى 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 موسيقى